السلام عليكم ورحمة الله بركاته بتصبيح حزمة Microsoft Office 365 بطريقة يا جماعة سهلة جدا واسهل من الفيديو اللي فيه يعني يا الجماعة بإذن الله هنحبن الحزبة Microsoft Office نسخة أصلية تصبيحنًا 365يقيا والموقع الرسمي ومجانًا من الع benz speeding لو عايز نissy النسخة تستمت زي تابعني بعد الله تنطور الزغار اول حاجة غالية هتروح على المصفح بتاعك كده وهتكتب اوفيس 365 developer tools اوكي نضغط انتا كده يا جماعة بعد كده نروح على اول نتيجة بحس عندك تمام اول نتيجة بحس بعد كده يا جماعة هنضغط على جوين بزا ميكوسوفت اوفيس 365 developer program today join now تمام يا جماعة لو انت عندك اكاونت ومسجل بي زا ما انت شايف كده يا جماعة ده الاكاونت بتاعي انا مسجل بي اكاونت الجميل بتاعي ولازم ان يكون عندك الاسم مسلا بتعمل الفرس تنين بتاعك الامد زي كده واللازت تنين بتاعك برضو زي التكنو كو ده اجماعة والاميل بتاعك بعد كده يا جماعة هنوح على whatsapp ان اختار عندنا احنا عايشين في دولة ات هوها هتروح تختار الدولة اللي انت قاعد فيها حاليا تمام انا ولاقن يا جماعة انا اختار ايجبت عشان انا قاعد في مصر تمام انت الجزائر انت المغربت واتختار البلدي اللي انت قاعد فيها تمام نختار. ايجبت نسيب اللي انجليش زي ما هي بعد كده نختار اي اكسب نعلم كده اي وانت ريسيف بعد كده نكست بيقولك رماعة what is your primary focus as the world هو بيسألك اللي انت عاوز تركز عليه ايه في البرنامج تمام رماعة هنقول له personal project ده اكتر حاجة احنا عايزينا للاستخدام الشخص يعني هنختار رماعة power platform دي انسب اختيار لنا رماعة هنضغط على تسيب زي ما نشوفين يا رماعة بيقول لنا يا رماعة set up your microsoft 365 set up your microsoft هنختار يا رماعة set up your microsoft تمام يا رماعة اول اختيار او تاني اختيار زي ما انت عايز بس ام بفضل الاختيار الاولاني set up your microsoft زي ما تشايفين نسيب زي ما هي كده north america united states بعد كده هنختار ال admin username هنكتب مثلا وليكن الاسم ده كده زي ما تشايفين ونحط مثلا ايه ارقام كده بعد كده يا رماعة بيقول لنا اعمل البسورد بتاعي تمام البسورد بالحوف الكاميرا والحوف الصغيرة وبعض مثلا علامة الشباك او ال add او العلامات اللي هي زي النجم والكلام ده جامعة تمام او امت بعد كده add تمام يا رماعة نقرره هنا ثاني بعد كده هنضغط على continue تمام اجبت هندخل بقى ال phone number بتاعنا لازم نكون عندك phone number او جماعة زي ما تشايفين انا راح نجيب ال phone number بتاعنا وليكن انا هختار ال phone number ده جامعة بس ام حاجة مش هتحطه ال zero تمام انا مسلا نزوره عشرة او telephone او صلات انت بقى مش هتحط ال zero word اول اللي هو code اللي هو بتاع الرقم الدول اللي بتاعتك لأ رقم مثلا بعد كده يا جماعة هنضغط على send code اهو جماعة زي ما تشايفين جالنا الكود اهو جماعة هندخل الكود بتاعنا تمانية واحد تمسين اربعة بعد كده يا جماعة هنضغط على بيقولينا يا جماعة استنى شوية يا جماعة بيقولك ايه subscription now زي ما تشايفين يا جماعة جاب لنا الوجهة الجميلة وكل الناس مستنيها تمام ما فيش ايو مشكلة خالص بعد كده يا جماعة هنيجي للحتة المهمة وبيقولك يا جماعة الدروين بتاعك ناخده ده كروبو كده يا جماعة نخليه معنا بس انو اللي يوكل هنا كده احفظه في اي حتة الدروين اللي معاك ده بعد كنا ننزل بقى للحاجات المهمة بيقولك يا جماعة اختار البرامر حاجة مهمة جدا يا جماعة وحاجة جديدة ظاهرت في تسبيت النسفة من الموقع عرسنك تماما يا جماعة اختار مثلا الExcel عند مثلا اختار الword انا اعز الword والExcel اللي بس التونجز يا جماعة انو بتغطيرها على office add items ثاني واحدة بعد كده الانجروجز بقى عايز اختار اي لانجروج انت اعوزها بس بفضل انك تسبها زمانية بعد كده apply تماما يا جماعة بعد كده يا جماعة انوح على مايكو سوفت في مخا 60 resources اللي هي متعلمة وتحتها خط دي يا جماعة تمام يا جماعة اميش اي مشكلة اظهرت معانا الوجه ديت انوح على developer program هنضغط على كده يا جماعة بعد كده اغط على my dashboard هنوح على انوح نكتب الاكونت بتاعنا يا جماعة والباسورد اللي احنا كنا مسجلين به الاكونت بتاعنا تمام يا جماعة انوح نسجل بالaccount بتاعنا هنوح يا جماعة نضغط على الباسورد اللي احنا كتبناه في الاخر كده يا جماعة اللي اقول لك اعمل حروف كبيرة وحروف صغيرة وadd او علامة الشباك والكلام ده كله طعم اهو تمام في الصفحة دي يا جماعة بقى هجيب لنا i want to set up different method هنضغط على كده يا جماعة يقول لنا choose different method اختار الطرق عايز مسلا تيجيم الكود على الموبال بتاعك او البرنامج اللي يجي عليه البركود بتاعك انا اختار مثلا الفون بتاعك انا جماعة بيقول لنا اختار الدولة بتاعتك اللي انت قاعد شها انا اختارك بعض الضوء ايجب بعد كده بيقول لنا ايه الفون number بتاعنا اللي هو الفون اللي احنا عاجلنا بيه او اي فون انت عاوز تدخل انا ادخل الرقم ده جماعة زي ما هو كده زي ما شايفين يا جماعة next received a code جماعة هيجيب لنا اكود بتاعنا يا جماعة تمام ما فيش مشكلة نشوف الكود جلنا على او جماعة زي ما شايفين جلنا الكود بتاعنا الجديد او دخل اي رقم تليفون انت عاوزه بيجيلك او خلاص يا جماعة كده انت عملت الاكامنت بتاعك واكدت الموبايل بتاعك بنجاح وتقدر تحمل النسخة بدون اي مشاكل خالص قدامك يا جماعة تسعين يوم قدامك تسعين يوم وبعد كده بتجدده بنفس الدومين او بدومين مختلف عشان الناس اللي هي تسأل والناس يا جماعة اللي بتواجه مشكلة فيه رقم الموبايل بتاعتها ان شاء الله انا سيب رقم التواصل داع الواتساب تحت الفيديو او في اول كومنت والفيس بتاعي برضو وحد عنده اي مشكلة ياريتها بتواصل معي وان شاء الله حلول المشكلة واجاب لي وقم تلفون من عندي ويحمد النسخة معنا او اضغط على النيكس تبقى يا جماعة بيجيلك يا جماعة ساكسيس اضغط على الاس يا جماعة انتظر ننتظر لحده ما يحمل معنا ويجب لنا الصفحة بتاعي نزيل مالكورسوف تلتومة خمسة ستين او يا جماعة زي ما تشايفين او مالكورسوف تلتومة خمسة ستين اعمل كده العلامات دي كده نضغط عليها كده هنختار ميكروسوف تلتومة خمسة ستين اب ودي المشكلة ان اللي موازم نسأل معها نسأل معها هننزل مثلا الورد والاكسل فقط اعم هنختار كده عنده حملها او واد بدأ التحميل حملنا الاداب نجاح يا جماعة نتقبل كده نضغط عليها كليك ايمين يا جماعة اوفيس تيت اوب كليك ايمين بعد كده بعد كده ياس وانتظر بقى يا غيري تحد اما تحمل النسخة معاك ونشوف حزنة ميكروسوف تلتومة خمسة ستين مفعالة ولا لا اه اعلى ما اذا ما شايفين بيقول لك ايه انتظر شرعة لحد اما يحمل معاك وهيخلص بازن الله في سواء المعدودة يكون متحمل بصر معاك السرعة حسب سرعة انتت عندك حتى لو ما فيش عندك نت ممكن تلزل الاداة ديات عادي وتعمل ويحمل لوحده حتى اوفلاين انا اسيبه يحمل يا جماعة براحته لحد اما يخلص بازن الله وارجع لكم ان شاء الله مس multis جلوز يا جماعة بقى يا جماعة بعد ما يحمل هذا معنا شعر نقوم على كده ونبدأ في فاتح اي برنامج مثلا برنامجаче بابك من كده يا جماعة ثاليا نتطر على ثاليا نضغط على نeremago بيقول لك يا جماعة اكتيفي هننذهبها على نجيب الامد الذي اعملنا بيت الحساب يا جماعة زو متقولين الحساب حساب تع000 HDMI ننوح على العلام هنا نتطر على بتاعنا ده اللي هو الاميل اللي احنا اشعناه في الاخر بعد كده هنروح لجماعة بنعمل ctrl v بعد كده next هيجيب لنا الواجهة ده كده جماعة زي ما شايفين بقول لك ده دخل الباسورده يا جماعة اللي انت عملت به الاكاونت من الاول خالص تمام بعد كده sign in زر الفرل يا جماعة بقول لك ايه where is this account anywhere your device next just a moment يا جماعة next last read يا جماعة الحساب السجل معنا هم وفيش اي مشكلة خالص يا جماعة لمدة 92 يوم تمام زي ما شايفين اوه next getting random option data زي ما شايفين يا جماعة ده الرسالة اللي جات لنا بس كده يا باشا about excel الحساب متسجل عندك اوه microsoft office product information تاني يا جماعة كده الحساب متسجل عندك اوه لمدة 92 يوم وتقدر يعني تجدده في اي وقت تجدد درومين ده او تجدد الاميل او microsoft and office updates product information شكرا كده يا جماعة اوه get the eyelashes فيه شوية اضافات جديدة في الكروم اللي احنا عمل شوية اضافة اللي احنا عملنا يا جماعة منكم بتضيف اي حاجة من هنا انت عاوزها كل شغال معارزة full all borders تمام يا جماعة ندخل كده حتى الشكل الجديد بتاعه في حاجات اتغيرت يا جماعة نروح مثلا وليكن على البربينت account تمام ما فيش اي مشكلة خالص متسجل بالaccount بتاعنا يا جماعة بس كده يا جماعة ايه هو ده كان الفيديو بتاعنا نهارضة يا راية تدعى من اللايك الفيديو وشترك القناة عشان وصلاك الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته